أول سؤال عندنا من الأستاذة دعاء من الجيد دعاء تفضلي أستاذة دعاء ألو ألو تفضلي يا فند أيوة يا فند أنا بس كنت عايز السؤال هو رسول عليه السلام كان بيشاعد في الأعمال المنزلية لأن أنا جوزي كان أقولك أنا أقولك أنا السؤال ده واضح أن السؤال ده دي رسالة يعني الرسال ده اسمه السؤال موجه أيوة مش كده برضو تمام طيب ممكن أسأل سؤال تيني برضو موجه طيب تفضلي الزوج اللي كل شوية مثلا يحب الطرق طيب أوجه له كلام حاضر شكرا لحضر عفوا يا فند السؤال اللي أولاني على حضرة النبي كان بيساعد في المنزل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجة مهمة وأن الرجل المتزن خفيف الرجل المتزن معين الرجل المتزن ده الناس تحب قعدته حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش يسيب حد إيه لو يساعده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم بأمر نفسه فلما يجي حد يشيله حاجة يقول أنا أولى بيحملي طب وفي البيت طب البيت بتاعنا كلنا أنا لازم أساعد لازم أساعد ليه؟ مش بس عشان بتاعنا كلنا عشان البيت ده في أحبابي اللي لازم أخففهم ولازم يحسوا بالراحة أقول لكم حاجة ممكن أقول لكم بصيغة لطيفة كده بناء على سنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في مهنة أهله يعني هو مش بيعمل حاجة دي بس أنا اللي عمل ده ومحدش تكلم لا ده العمل اللي بتعمله أهله يعني الغسيل المكوى التطبيق المسح حاجات دي فكان صلى الله عليه وسلم يرفق ثوبه ويخصف نعله فيعمل كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى كده أن الراجل ممكن ينشر غسيل آه يجي بقى الرجالة بقى كلام بقى اللطيف بقى يجي الرجالة يقولوا يعني احنا نشتغل بره وجوه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كان أم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو هو سيد الأمم ومع زيك حضرة النبي كان بيساعد فالمسألة دي أقول لكم بقى السر اللي أنا جايبينه من جلسات الإرشاد الزواجي الراجل إذا ساعد أهل بيته حتى في الحاجات البسيطة إنه لما يكله هو يشيل للأطباء أو هو يعمل أي حاجة الناس بتحب قعدته الناس اللي في البيت بتحب قعدته ليه؟ بتحس إن هي إيه اللي يخلي الأم يعني عندها مشكلة إن البنت تيجي اللي لازم تخسل الموعين عارفين إيه هي؟ إنه تحس إنها مش لوحدها فهو لما يشيل هيحسسا إنها مش لوحدها ساعتها تحس بالأمان حاجة غريبة جدا سبحان الله وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين وأول الناس الأولى برحمته أهل بيته فكان يعمل كده حاجة تانية صلى الله عليه وسلم خلاص إحنا قلنا إن حضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيساعد أهل بيته إيه تاني كنا؟ إيه كان بيساعد أهل بيته وكمان اللي بيحلف بالطلاق كتير حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعظم الإسم أن يضيع الرغل من يعول وحدا تنابي لما تكلم على أن الطلاق هزل جد عايز يقولك أن الطلاق ده مفوش لعب مفوش عبس أن الطلاق ده يتعلق بالأعراض فما فيش الكلام ده فالشخص الذي يتلعب بالطلاق آسم اللي بيحلف بالطلاق على طول كل مرة بتحلف فيها بالطلاق بدون داعي أنت آسم وظالم فلازم تتقل الله سبحانه وتعالى ونتنتنا عنده